موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى وزير الخارجية الإماراتي يحرض على حركات المقاومة مسميا حماس وحزب الله لماذا هذا الإغال في التماهي مع تل أبيب موسيقى مايك كومبيو يفضح أبو ظبي أكثر هي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية ماذا تخفي صفقات التطبيع من أدوار وظيفية موسيقى التطبيع يفرز الاتجاهات المتعددة بين الإخوان المسلمين لماذا تضعهم أبو ظبي في خانة واحدة مع حركة حمس موسيقى أرحبا بكم المطبعون يطلون برؤوسهم مجددا من بوابة التحريض هذه المرة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يشن حملة على حركات المقاومة ويأسف لخطاب الدول نحوها هل يحاول بذلك تعويض العجز الإسرائيلي أمامها؟ في افتتاح أعمال اللجنة اليهودية الأمريكية في أبو ظبي يدشن بن زايد هجوما جديدا على حماس وحزب الله فلماذا هذا التماهي مع تل أبيب أمنيا وسياسيا وعسكرية؟ ربما الإجابة ترد فيما كشفه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الإمارات يمكن أن تكون جزءا من عقيدة أمن إسرائيل واغتيال الشهيد سليماني مرتبط باتفاقات التطبيع فماذا في أدواريها الوظيفية بعد؟ ولماذا يسعى إلى طوريتها فيما هو أكبر من شأنها؟ هل يريد إحراجها وابتزازها وطوريتها أكثر في أجندات التطبيع التي أحدثت فرزا بين المحاور وكشفت الاتجاهات المختلفة داخل حركات بعينها كالإخوان المسلمين؟ يطرح السؤال لماذا تضع أبو ظبي الإخوان المسلمين في الخانة نفسها مع حركة حماس المقاومة وخصوصا بعد معركة سيف القدس؟ إذن هذه عنوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقصها مع ضيوفنا معنا هنا في الستوديو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور حسن مطر معنا من قطاع غزة المحاصر الكاتب والباحث في سؤون الإسرائيلي سيد حسن لافي ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الكاتب والباحث في سؤون السياسية دكتور عامر سبايلة مرحبا بضيوفنا شكرا لانضمامكم إلينا في المسائي يسمح لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير تصريحات وزير الخارجية الإماراتي تحمل دلالات واضحة على ما سيكون عليه مستقبل الإقليم فهل نحن أمام اصطفافات جديدة في المنطقة؟ ملك خالد مقاله وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال كلمته في افتتاح اللجنة اليهودية الأمريكية مكتبا لها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ليس جديدا فالمتابع لما يحدث منذ قبل توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض العام الماضي يعرف أن علاقاتهما لا تقتصر على التعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والنقل والتجارة والعلاقات الدبلوماسية بل تتعداها إلى تحالف أمني أيضا موجه ضد إيران بالدرجة الأولى ومن بعدها ضد كل محور المقاومة فحتى قبل أعلان التطبيع بينهما استقبلت الإمارات وزراء إسرائيليين في غير محفل دولي رياضي وتقني إضافة لترحيبها بزيارات رئيس الموساد يوسي كوهن المتكررة كذلك أرسلت أبو ظبي طائرات إلى مطار بنغوريوم محملة بالمساعدات بزعم مواجهة فيروس كورونا حتى قبل أعلان أي اتفاق ملاحة جوية بين الطرفين وخلال اللقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي وأنور جرغاش المستشار الدبلوماسي لحاكم الإمارات خليفة بن زايد بعد قمة دافوس في قبرص قبل شهور نقشة التحديات التي تشكلها إيران وحزب الله على استقرار الشرق الأوسط والسلام الإقليمي إضافة إلى ملفات في العلاقات الثنائية بين الطرفين حينها قال جرغاش أن الروابط مع إسرائيل ترقى إلى مصاف نظرة استراتيجية بديلة لوجه الشرق الأوسط المتغير والآن يأتي تصريح وزير الخارجية الإماراتيلي يوضح قصد بلاده بتغيير الشرق الأوسط هو يتحدث عن تغيير العقليات وبنظره هذا يعني عدم وجود مقاومة لإسرائيل توقيت التصريح بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القدس وغزة ومكانه من قلب العاصمة الإماراتية يقولان الكثير عن استعداد الإمارات للذهاب بعيدا في شراكتها مع المحتل أمنيا كان محللون وسياسيون إسرائيليون وإماراتيون قد تحدثوا سابقا عن التواصل في المجالات الاستخبارية والتكنولوجية والأمنية بينهما ولكن هذا التصريح يقولها صراحة إننا مقبلون على مرحلة إقليمية جديدة تبدل فيها شكل التحالفات والعلاقات إما مع المقاومة أو ضدها أي مع إسرائيل والأكيد أن أبوظبي قد اختارت في أي ضفة ستقف مرحبا من جديد بضيوفنا أبدأ وإياك دكتور حسام مطر الكلام والتحريض الذي استمعنا إليه من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد باتجاه حركات المقاومة لسيما حزب الله وحركة حماس إذا يعني دققنا فيها تبدو كأنها تصريحات قد تسمعها من بن يامين نتنياهو من أشكنازي من جانس ويعني من تصريحات لمسؤولين سياسيين أمنيين عسكريين إسرائيليين هذا هل يحمل مفاجأة أن يكون من وزير الخارجية بهذا المضمون الإماراتي وما الذي يقف خلفه مثل هكذا تصريحات يبدو التماهي إلى أبعد أبوابه أوسع أبوابه بين الإمارات وإسرائيل لماذا؟ أنه يبدو هي رسالة إماراتية أنه رغم معركة سيف القدس وكل نتائجها وتداعياتها وما قيل أن هذه ضربة لمسار التطبيع تحاول إمارات القول أن المسار الذي بدأ مع ترامب لن يقع إياكه بوجه شيء وهذا المسار التطبيعي هو خيار استراتيجي للنظام في الإمارات وهي مستمرة به خلفيات هذا الأمر هي أن الإمارات تريد أن تكون الوكيل الإسلامي الجديد في المنطقة هي تعتقد أن الغربيين خسروا إيران مع الثورة الإسلامية وتعتقد أنهم عردوغان خسروا تركيا أيضا الدور التركي والدول العربية تقليدية منكفئة وبالتالي الإمارات تريد أن تقول للغربيين أنا الوكيل الإسلامي اليوم أقدم نسخة محايدة سياسيا للإسلام نسخة روحية غير مسيسة قابلة وقادرة على التكيف مع المشروع الغربي في المنطقة وهذا المشروع الغربي قوامه التطبيع مع إسرائيل وبالتالي النظام يعتقد في البحرين أن مصلحته هي التموضع في هذا المحور الغربي في المنطقة التي إسرائيل جزء منه لمواجهة من يعتقدهم أنهم تهديد محتمل بالتحديد بإمارة أبو ظبي مع بن زايد وهذا له علاقة أن الإخوان تقليديا في الإمارات كانوا أقوى في الإمارات الأخرى داخل دولة الإمارات فهو يعتقد أن التهديد لحكمه يأتي من هذه الطائرات الإسلامية فهو يواجهها من ناحية لأجل تمتين والضمان استقرار نفوزه داخل دولة الإمارات من ناحية وأيضا ليحظى بهذه الرعاية والمظلة الغربية في المنطقة أن الإمارات هي الوكيل المقبل للغرب في العالم الإسلامي موضوع الإخوان المسلمين سنرجئه بكل الأحوال لأنه نريد أن نوسع بنقاشه سيما وأنه الموقف الإماراتي الأكثر تشددا نصح التعبير بالتعاطي مع الإخوان المسلمين ووضعهم كلهم في خانة واحدة لكن هذا سنرجئه وسنركز على الموضوع الخاص بحركات المقام وإن بدأ فيه نوع من التداخل دكتور مطر سمح لي فيما تفضلت بطرحي أن أحيله للسيد حسن لافي نقاط رحها سيد لافي دكتور مطر هنا مهمة لجهة بأنه تقدم نفسها الإمارات على أنها الوكيل الإسلامي الأكثر مقبولية للمشروع الغربي ترى الأمر بهذا الاتجاه هل نحن اليوم أمام طوريط للإمارات أم أنه استبيان أكثر لحقيقة الدور الوظيفي لها هذا بالأساس ما دفع أن نرى التطبيع من الخفائي إلى العلن لكن توقيت تصريحات وزير الخارجية في توقيت سيف القدس أيضا كيف يفسر برأيك؟ بالمناسبة لأنها هي التي ملفتة للنظر وتستدعينا للتحليل من أهم تتائج وتداعيات معركة سيف القدس هي إثبات فشل التطبيع أن هذا المشروع الصهيوني لا يمكن التعايش معه نهائيا حتى فلسطينيين الداخل عام 48 الذين قابلوا أن يكونوا سكان في هذه الدولة لا يوجد لديهم حقوق حتى الحقوق المدنية لم يعطوها لأن هذه دولة اليهود دولة الأبرتايد في هذا التوقيت بالذات يأتي وزير الخارجية الإماراتي أنا أعتقد أنه يريد أولا تصفير نتائج السياسية لمعركة القدس من قبل فصائل المقاوم ومقابل للشعب الفلسطيني الذي خاض هذه المعركة وأحرج المشروع الصهيوني بالكامل وأحرج من يقف مع هذا المشروع الصهيوني أو حلفاء وسواء المطبعين العربة أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو يريد إخراج الفصائل الفلسطينية وشعب الفلسطيني صفر اليدين دون تكمير سياسي لذلك هو يشيطن المقاومة الفلسطينية ويسير في نهج تطبيع حتى وإن أثبتت المعركة أن تطبيع مشروع فاشل لا يمكن نجاحه وأن الشعوب العربية ما زالت حية الأمر الثاني هو يتمهى ليس مع المشروع الغربي هو يتمهى مع المشروع الغربي المتطرف حتى الولايات المتحدة حتى الآن الولايات المتحدة تعيد قرائتها من جديد إلى رأي القضية الفلسطينية وهناك تغيرات أنا أعتقد أدخلها جون بايدن على إدارة الإدارة الأمريكية بشكل أنا أسمعك سيد لافي نحن فقدنا حقيقة الصورة لكن صوتك يصل فضل أكمل فكرتك بمعنى أن التغيرات التي أدخلها إدارة جون بايدن على السياسة الأمريكية حتى الآن لم تلتقتها الإمارات الآن هناك حديث جدي نحو العودة إلى ما يسمى بحل الدولتين حتى من أجل القفز عن موضوع ما يسمى حل الدولة الواحدة وأثبتت معركة سيف القدس أن الأمريكان باتوا مقتنعين أن إدارة نتنياه هو المشروع للمشروع هذا يدفعني سيد لافي للحديث إلى حين نستعيد صورتك لنفهم هذه الخطوات الإماراتية خدمة لمن طالما تحدث عن ضرورة إعادة قراءة على ما ترى بأنه في تغيرات في الموقف الأمريكي انطلاقا من إدارة بايدن هل هي أيضا تغيرات أم إجبار بالنظر أيضا نتائج سيف القدس ومن هنا اسمح لي أن أنتقل الدكتور عامر سبايلة دكتور سبايلة أشارني نقطة سيد لافي وهي محاولة تصفير نتائج سيف القدس وهذا يعني يدفع للسؤال هل الإمارات تمتلك ذلك الدور فعلا اللافت في التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإماراتي أنه تم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية لم نراها حاضرة في وسائل الإعلام الإماراتية وحتى على المستوى العربي وكأن هناك خشية من التعامل على المستوى الشعبي الإماراتي بمعنى نتائج التطبيع قد فشلت انطلاقا من الإمارات شعبيا وأوسع من ذلك على مستوى العام الرأي رأي العام العربي والدولي هل الإمارات تقفز قفزة في الهواء هل تطورت فيما لا تستطيع أن تحمله وما إمكانية أن تصفر نتائج سيف القدس كما يشرح سيد لافي في محاولتها يعني هو أولا دعينا نتفق أن الانطلاق الإماراتي من هذه النقطة هو عبارة عن تكتيك سياسي وعندما ندرس مآلات الأمور الإمارات في الصيف الماضي كانت نجم هذه المنطقة لنقل قصة شريط فكرة الانتقال إلى التطبيع مع العرب والإسرائيليين وبالتالي بدأت تدور عجلة السلام العربي الإسرائيلي على حساب السلام الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي كانت تحضى برعاية مهمة من إدارة ترامب وكانت بلا شك تؤسس لفكرة أكبر بكثير من فكرة فقط علاقة مع إسرائيل لا تحول لافت تحدثنا عن إبراهيمية تحدثنا عن ترامب عندما قال أنك تستطيع أن تزور القدس عبر أبوظبي وبالتالي كنا نتحدث عن نقطة مركزية في المعادلة الشرق أوسطية أستطيع أن نفسرها بهذه الطريقة في الفترة الماضية التحول الذي حدث في واشنطن بلا شك أول من دفع ثمنه هو حلفاء ترامب وهي الدول التي قدمت لإدارة ترامب مثل هذه النقاط وأيضا في الزاوية الأخرى الإسرائيليين الآن إذا أخذنا ضمن معادلة حسابية رياضية الوضع الإسرائيلي بالنسبة لنتنياهو الحليف صعب جدا ترامب خارج المعادلة لا بل أن الإدارة فعليا معادية لترامب وكل سياسات ترامب إذن نعود إلى نقطة المعركة التي حدثت سيف القدس مآلاتها ظهور حماس مجددا البحث عن حالة من الزخم السياسي على المستوى العربي تسويق رواية أنه لا يمكن أن تقفز عن السلام الفلسطيني باتجاه السلام العربي يجب أن نعود إلى هذا المربع أثبتت حماس أنها لاعب أساسي لا يمكن القفز عنه إذن نحتحدث اليوم عن معطيات أين هو التكتيك الإماراتي اليوم في هذه الزاوية أنا أرى أن الإمارات تسعى فعليا أن تعيد الزخم لفكرة العلاقة العربية الإسرائيلية التي بدأتها بصفة أنها يمكن تصنيفها على أنها عرابها وأنها نقطة ارتكازها وبالتالي عندما تفتتح اليوم مثل هذا المكتب لأول مرة في دولة عربية هذا المكتب الثالث عشر في العالم وأول مرة في دولة عربية إذن نحن نتحدث عن رغبة في إعادة الزخم لفكرة العلاقة العربية الإسرائيلية وتبعاتها من موضوع الإبراهيم الجزء الثاني هو أن مثل هذا الضغط السياسي أقرب إلى فكرة اللوبي الضغط على إدارة بايدن على أن تعيد النظر أيضا في أهمية فكرة العلاقة بين العرب وإسرائيل وبالتالي إذا استطاعت اليوم أن تنجز اتفاقات جديدة عبر وساطات إماراتية مع دول عربية جديدة إذن الزخم يعود مرة أخرى لهذه الفكرة بالإدارة الأمريكية ثالثا وهو الأهم أن اليوم الإمارات تنطلق أيضا في تحركاتها من فكرة العداء الأساسي يعني هي أول من أعلن العداء المباشر لإخوان المسلمين وبالتالي مع تفريعات الإخوان المسلمين لتجد نفسها أيضا في مواجهة حماس ومواجهة مناصري حماس من جهة أخرى هي في حالة عداء معلن له تفاصيله لكن فعليا مع إيران وبالتالي مع تبعات إيران إذن نتحدث عن حزب الله إذن هي شريك أصبحت لحالة عداء كبيرة لكثير من الأطراف في هذه المنطقة هذه الأطراف قدرت قادر في خلال الشهور الماضية والتغير في واشنطن يعني ظهرت مجددا بأنها لا يمكن إسقاطها من المعادلة السياسية واستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها وتقول أنا هنا لاعب أساسي إذن الإمارات تتحرك في زاوية اليوم ضيقة لكنها تحاول أن تعيد الزخم السياسي الأساسي أولا وثانيا أن تعول على مقالب لينكين في فكرة ضرورة إعادة إعمار غزة أولا لكن مع استثناء حماس وهذه نظرية نعلم تماما أنها وصفة تفجير وشاهدنا في السنوات الماضية هذه نقاط مهمة جدا سيد سبايلة وسعت أيضا دائرة نقاش لكن الأمر يختصر لو سمحت لي بالانتقال الدكتور حسام مطر بين الحجم الطموحات والقدرة على تثبيت النفوذ قدمت قطر في بداية عام 2011 مرورا بعشرية كاملة على أنها كما يعني أقتبس مصطلح النجم ومررت أجندات أو شغلة عليها انطلاقا من قطر على اعتبار في النهاية الأمر خلصة إلى الحجم والقدرة على التنفيذ هل الإمارات ممكن أن تمرر مثل هكذا أجندات بهذا الحجم بالنظر إلى توقيت المنطقة وما كشفه بومبايو غاية في الأهمية أن كان على مستوى بأن اغتيال الفريق قاسم سليماني كان خدمة لاتفاقات التطبيع أنوانها أبرهم وأن الإمارات يمكن أن تكون ضمن العقيدة الأمنية لإسرائيل هل هذا يتوازى في التطبيق بين حيثيات المنطقة والموقع الحجم القدرة على التنفيذ؟ يعني الإماراتيون يأخذون هذا المشروع في زمن غير ملائم أبدا في ظل المراجعة العميقة للأمريكيين لدورهم في المنطقة وجهزيتهم للدفاع عن حلفاء وجهزيتهم للانخراض بمعارك عسكرية في المنطقة تكون الولايات المتحدة في هذا الاتجاه وتقرر دولة مثل الإمارات التي صعودها الاقتصادي واستقرارها السياسي يقوم على فكرة أنها دولة محايدة نوعا ما عن الصراعات المباشرة في الإقليم لا اقتصاد الإمارات ولا بنيتها العسكرية ولا تركبتها الاجتماعية لأنه في انقسامات واضحة بين الإمارات نفسها كل الإمارات لديها اتجاه ما هذا ينعكس في العلاقة مع إيران هذه الدولة ليست في مكان لتخوض هي غمار نقل إسرائيل من كونها دولة احتلال في المنطقة إلى دولة طبيعية هناك مغامرة كبيرة يعني ما يقوم به الإماراتيون الآن هو أمر غير عقلاني البتة هو أعتقد لا ينطلق من طموحات بقدر ما ينطلق من مخاوف الإماراتيون أعتقد يعيشون حالة هلع من التحولات التي تحصل في المنطقة هم قلقون من دور إيران في المرحلة المقبلة تحديدا دور تركيا الصاعد إلى حد ما هم يتساكنون مع الدور السعودي ولكن هذه مساكنة لها أيضا حدودها وهذا الهلع وهذا الخوف مع تراجع أو إعادة تشكيل دور الأمريكي قرروا القفز في المركب الإسرائيلي وهذه مغامرة لأن نفس الإسرائيليين اليوم هم أيضا مربكون فيه شيء غير عقلاني في السلوك الإماراتي هناك مقدار عالي من المغامرة وخاصة أن المشروع الإسرائيلي يستمر في عدائته اتجاه دول المنطقة أو شعوب المنطقة يعني ممكن أفهم المغامرة الإسرائيلية باعتبار الإسرائيليين اليوم كاقتصاد كنظام دفاعي كنظام أمني كنظام عسكري علاقاتهم في العالم تسمح لهم إلى حد ما عنده نوع من الحصانة الدفاعية نسبيا لكن في كل هذا المشروع الإسرائيلي الخطير في المنطقة تنضم الإمارات التي تكون جزء منه وهي غير محصنة بل مكشوفة انكشاف تام مع جوارها لدولة مثل إيران مع حضورها اليوم في اليمن هذا يعني أنه بسهولة كبيرة جدا يمكن تعريض هل ماذا يقوم إذن القاعدة التي تسير فيها الآن الإمارات لأنه قدم في نوع من قراءة البراجماتية إن صح التعبير للإمارات أبرزها في اليمن كونك ذكرتها دكتور فيما خرج أيضا من تصريحات بل تهديدات أيضا من زعيم حركة أنصار لا بأنه هي دولة من زجاج يمكن تأثير بها وعملية للاقتصاد إذن بناء على هذه العوامل التي تتسع إلى دائرة المنطقة ما هي القاعدة التي يمكن البناء عليها لهذا الموقف حتى رأى بالسلوك السعودي عمل تكيف مع الواقع الحالي وفتح حوار مع الإيرانيين المصريين عم يحكوا مع الأتراك وهذه الدول الحليفة للإمارات بينما كررت الإمارات تغاضي كل هذا والإصرار إلى الإغال أكثر فيما سرط بيانا عم أقول لي فيه شيء من اللاعق لني يعني الدول الأخرى كان الحليفة للإمارات هي عم بتفتش على صلاة وصل مع إيران مع تركيا وتعيد ترتيب أوضاعها لأنها عم تقرأ التوازنات في الإقليم لذلك عم أقول سلوك الإماراتي سلوك غير عقلاني يعكس أن صناعة الكرار في الإمارات هي دم دائرة مغلقة ولا تخضع لنقاش جدي في المؤسسات داخل الإمارات ولأن هناك احتكار لصناعة الكرار من الإمارات من قبل إمارة أبوظبي وهذا الأمر سيؤدي إذا استمر هذا النهج سيؤدي في الأشهر المقبلة إلى حصول نوع من توتر داخلي لأن هناك قصم من الإماراتيين سيكتشفون أن هناك من أخذهم إلى مغامرة كبيرة جدا سيدفع الجميع ثمن دكتور أنت تشير لنقطة بأنه طالما تحدث عن عمل وظيفي وبالتالي في تهديد وجودي إن لم تتم تلك الوظيفة هذا بشكل أو بآخر إضافة لبعض التناقضات بالرأي حتى والموقف السياسي داخل الإمارات اسمح لي هنا أن تقل السيد حسن لافي من جديد سيد لافي فيما ختمت فيه مداخلتك الأولى تحدثت عن ضرورة إعادة قراءة للموقف الأمريكي الإمارات يجب أن تلحظ ذلك سيد دكتور سبايلة تحدث عن إمكانية أن تشكل الإمارات عامل ضغط على الإدارة الجديدة لإعادة الاعتبار لنسج علاقات أو أهمية نسج علاقات بين إسرائيل والعرب هناك محاولة لإعادة ترتيب المشهد هل إسرائيل تعول فعلا على الحضور الإماراتي ليكون له بضغط عند الإدارة الجديدة أمريكا تحاول إنقاذ إسرائيل بشكل بآخر ولذلك تم انتزاع بن يامين نتنياهو من المشهد السياسي حتى الآن تسير الأمور لكن هل تنظر إسرائيل إلى أن الإمارات قادرة على تحريك في الرؤية السياسية لإدارة بايدن؟ حتى الآن أنا أتفق أن الإمارات ما زالت متعلقة أنها تستطيع إحياء صفقة القرن من جديد صفقة القرن ماتت إسرائيليا بغياب نتنياهو عن المشهد السياسي وسنشاهد يوم الأحد المقبل بالتأكيد إن لم يحدث شيء دراماتيكي غير مألوف أنه سيأتي رئيس وزراء مختلف وتشكيل الحكومة عقلياتها مختلفة عن بن يمين نتنياهو وأولوياتها مختلفة عن بن يمين نتنياهو الأمريكي نفسه بات مقتنع في عهد جون بايدن أنه لا صفقة القرن بمعنى أن القفز عن القضية الفلسطينية وإلغاء الفلسطينيين وتفتيتهم ويصبحوا عبارة عن مجموعة سكانية تطالب حياتهم اليومية ويتم صهر العقل العربي كما قال عبد الله بن زايد أنه يريد تغيير العقول وتصبح القضية الفلسطينية ومظلوميتها وجهة نظر لابد أن نبحث عن حلول إبداعية لها هذا كلام فارغ إسرائيل نفسها بدأ هناك تغيرات حقيقة بوجهة النظر الأمريكية تجاه المشروع الصيوني بالكامل جون بايدن الآن هو الذي يريد أن يدير المشروع الصيوني ولن يسمح لأنه في فترة معركة سيف القدس سمح لبن يمين نتنياهو أكثر من سبعة أيام ويدير المعركة وذهب به إلى الجحيم وأراد أن يخرجه من الأزمة لذلك الأمريكيان يفكرون أن لا يمكن للسمح للإسرائيل أن يدير هو المشروع لوحده كما أراد بن يمين نتنياهو لذلك الآن جون بايدن ونعتقد الإدارة الأمريكية لعبة دوراً مهمة في إزاحة بن يمين نتنياهو عن المشهد السياسي الأمريكي كل هذه القراءات لا تريد الإمارات حقيقة القراءتها بمعنى أنها ما زالت مصممة على أن صفقة القرن حاضر وأنا أتفق مع قول الدكتور الذي تكلم أن مصر تعيد علاقتها مع الأتراك والسعودية تفتح حواراً مع الإيران هذا نوع التبئة للتغيرات القادمة على المنطقة حتى الإسرائيلي نفسه هو الآن يفكرون أولاً كيف الحفاظ على ما يسمى بالعلاقة مع الأمريكان الأمريكي بالمناسبة رغم كل الكلام الذي قاله بلينكين لكن الحل المطروح الآن هو حل الدولتين على القضية الفلسطينية بمعنى القفز عن فترة ترامب بالكامل وفترة ترامب النجم الصاطع بها كان بها الإمارات الآن هي ليست تلعب دور البطولة لكن دكتور مطر هنا سيد لافي وأنا أبقى معك طرح نقطة مهمة لذلك سألتك عن محاولة إعادة ترتيب المشهد تحدث عن طرح لذلك التصويب على حركة حماس بهذه الاستماعاتة بعيداً ربما أو موضوع الإخوان المسلمين هذا سنناقشه في محاولة لإخراج حركة حماس من المشهد تقديم إعادة إعمار غزة تحت عنوان بدون حركة حماس محاولة طرح اليوم الإمارات بهذا الشكل أو ربما دخولها على المشهد تحت عنوان اقتصادي أو من خلال دول لا ندري ربما القاهرة لا يوجد معلومات حول هذا الأمر هذه النقطة التي هل يمكن تمريرها تحت عنوان إعادة ترتيب المشهد للوصول إلى التسويات تكون مريحة لإسرائيل حيث مأزقها كبير؟ هناك فرق كبير ما بين ما يخطط له وما بين يمكن تنفيذه بالمناسبة اليوم حركة حماس ومحا الفصائل المقاومة ليست بالقوة السهلة وليس مقطوعي لاتصال والتحالف في المنطقة والدليل على ذلك لامة سماحة السيد حسن نصر الله عندما تكلم أن أي اعتداء على القدس سيكون هناك حرباً إقليمية بمعنى أن هناك دول ومنظمات وارزين في الإقليم حاضرة لتساند المقاومة الفلسطينية الأمر الثاني ماذا تريد إسرائيل؟ إسرائيل أولاً تريد هدوء تريد هدوء في المنطقة الجنوبية من الذي يملك الهدوء؟ الإمارات ليس هي التي بيدها أن تجعل هناك هدوءاً ولا حتى السلطة الفلسطينية بالمناسبة الطرف الذي يريدون تقويته على حساب المقاومة الفلسطينية الذي يملك الهدوء هو الذي يملك السلاح بمعنى أنه لا بد بالأولاً وأخيراناً أن يأتوا صاغرين إلى المقاومة التي جزء منها أساسية حركة حماس للتفاهم وهذا ما يفكر به الأمريكي بالمناسبة الآن لذلك الإمارات تريد قطع الطريق عن هذا الاتجاه أولاً لمصلحة من؟ لمصلحة الإسرائيلي بالمناسبة ولشيء آخر أنا أعتقد أن الإمارات ودول التطبيع فشلت في صناعة العدو والوهم في المنطقة هي صفة القرن كانت تريد أن تصنع من إيران عبارة عن عدواً وهمياً للعرب يتركون إسرائيل ويتحالفون معها باتجاه هذا العدو فشلت ذلك لأن الأمريكان هم من تصالح مع الإيرانيين الآن هذا ما يحدث في فينة والتقدم في اتفاقيات المشروع وماذا يعني؟ معنى أن الأمريكي يريد هدوءاً في المنطقة الذي يملك الهدوء إيران وأنا أعتقد أنها ستصل إلى مرحلة ما وهذا أو لذلك نتنياو أعتبر هذا ضرب كل مشروط الإسرائيلية في عرض الحياة الآن الفلسطيني استطاع في معركة سيف القدس أن يثبت أن البوابة للاستقرار المنطقة هي قضية فلسطينية لذلك من أراد الاستقرار لابد أن يتكلم مع من يملك السلاح ويملك خيار المقاومة الإمارات لا تريد ذلك تريد أن تبدأ من مرة أخرى بإعادة صفقة القرن هذا لن يفيد لأن الأمر كما طرحه ضيفنا هنا في الستيديو سيد لافي سامحني على المقاطعة مرتبط بإطار وجودي بشكل أو بآخر تسمح لي لطفاً أن أحيل هذه النقطة للدكتور سبايلة ما رأيك بها وفي نقطتين لطفاً أود أن أسأل عنهما موضوع ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايب بومبيو أن الإمارات يمكن أن تكون ضمن العقيدة الأمنية الإسرائيلية كيف ترى هذه النقطة والنقطة الأخرى مرتبطة بما ختمت مداخلتك حول حقيقة حجم وقدرة التنفيذ بالنسبة للإمارات في الإحباط أو الإفشال أو الإخفاق الذي حدث على مستوى الأجندة الأمريكية التي مررت عبر بعض الدول الخليجية لسيما في سوريا انطلاقاً تحت عنوان الربيع العربي التنافر الخليجي إن صح التعبير هو الذي ساهم بشكل أو بآخر من ضمن العوامل لإخفاق ربما إتمام هذه الأجندة عندما تنافرت قطر مع السعودية هل يمكن للإمارات أن تكون في أجندة بهذا الحجم بعيداً عن المحيط الخليجي لسيما المملكة العربية السعودية يعني نقاط كثيرة نعود إلى النقطة الأساسية وموضوع العقيدة الأمنية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تؤسس لهذا فعلياً إدارة ترامب وأسست ضمة إسرائيل للقيادة الوسطى العلاقة بدأت في فكرة وجود قاسم مشترك وتهديد مشترك هو إيران وبالتالي هذه الأدبيات قادتنا إلى فكرة ضرورة مواجهة إيران ونذكر تماماً ما سبقه من أحداث في الخليج التي استهدفت ناقلات النفط إلى آخره وبالتالي نعم عندما نتحدث عن هذا النوع نعم هذا كان نوع من أنواع التطبيع الذي يقود فعلياً إلى بناء عقيدة أمنية وتبادل أمن على عدة مستويات سوى على مستوى التكنولوجيا على مستوى مكافحة الإرهاب في حسين وعلى مستوى التنسيق العالي بصفة أن أيضاً إسرائيل ضمن هذه القيادة الوسطى الموجودة الأمريكية الموجودة في الخليج وبالتالي هي لاعب أساسي إذن فعلياً نستطيع أن نقول نعم أنه يمكن بناء مثل هذه العلاقة الجزء الثاني هو موضوع الإمارات وقدرتها على التأثير يعني هذا موضوع قدر على التأثير نسبي أولاً دعينا نتفق أن الإمارات اختارت كل هذه المواجهات واختارت أن تكون في كل هذه السيناريوهات يعني هي في النهاية إذا أردنا أن نحسبها يعني فعلياً هي لم تكن مضطرة أن تذهب إلى كل هذه الملفات السياسية الشائكة سواء بدءاً من مصر ومن ثم أخذتها إلى ليبيا إلى اليمن إلى آخرية وبالتالي هي وجدت نفسها اليوم مضطرة أن تدافع عما بدأته لكن هو كان خياراً فعلياً أن تخوض وتنخرط في هذه المنطقة بكل هذه الملفات الشائكة مع عدم وجود خبرة سابقة في هذا الموضوع يعني الإمارات كانت هي عبارة عن سياسة ناعمة سياسة بناء التوافقات تستطيع أن تتحدث مع جميع الأطراف هذا كانت سياستها في اليمن في عدة دول وبالتالي هي انتقلت لا لأن تكون مبادر وأن تتبنى رؤية أكثر عنفاً في محاولاتها لتطبيق رؤيتها وإزالة منافسيها وأعداءها الآن هي قدرة على التأثير أنا أعتقد لا يعني قدرة التأثير اليوم في هذه المرحلة على الأقل قد تكون مع كل هذه التحديات وكل هذه الأولويات هذه الإدارة الأمريكية منخرطة بشكل كبير في ملفات حلف شمال الأطلسي في ملفات ترتيب حلفاءها الأوروبيين في مواجهة روسيا في موضوع الحديث ومواجهة شاملة مع الصين إذن يعني الشرق الأوسط نفسه اليوم كله أقل أولوية يعني هذا الرغبة الإماراتية اليوم بحاجة إلى إسرائيل قوية تستطيع أن تؤثر على الإدارة الأمريكية حتى تعيد ترتيب هذه الأمور وتضع الملفات التي كانت حاضرة في الفترة الماضية على رأس الأولويات أنا أجد أن هناك صعوبة إلى الآن للحديث عن هذا الموضوع وإذا نظرنا لكيفية التحولات الأخيرة هي تحولات الأمر الواقع وبالتالي اليوم تريد غزة لا تستطيع أن تتحدث مع غزة دون حماس يعني دعينا نتفق هذه خزعبلات ورأينا في زمن الرخاء عندما صرفت أكثر من 600 مليون على بناء قوات دايتون وقوات أخرى وانتهت في ليلة كلها وبالتالي اليوم لم تعود مثل هذه الأفكار قابلة للطرح اليوم إذن سنسير بلا شك باتجاه البراجماتية السياسية ومحاولة توظيف الولايات المتحدة تحدثت في نهاية الأمر مع طالبان تحدثت في نهاية تعود وتتحدث مع إيران تتحدث مع خصومها التي عادتهم في حروب وبالتالي أن نقتنع اليوم أن نستطيع أن نؤثر على هذه الإدارة ضمن هذه الأولويات المختلفة أعتقد أنه صعب ثانيا الجزء الثالث وهو التفكيك فكرة التحالف الكبير هناك نقطة مهمة أنه عندما بدأنا في حرب اليمن كانت الكتلة الخليجية تقريبا واحدة كانت مصر جزء أساسي من هذه المعادلة على الأقل على المستوى السياسي اليوم نجد أن هذه الكتلة تفتتت فعليا بسبب تغير المصالح وبسبب حجم الضرر وبالتالي الأولويات بالنسبة للسعودية هي مضطرة للتغير في التعاطي مع إيران لأنه في النهاية كل موضوع التحالف مع أمريكا لم يمنع الصواريخ القادمة من اليمن أو الطائرات المسيرة من أن تضرب السعودية وهي تدفع الثمن وحدها عندما تتحدثي عن جزء آخر عن موضوع مصر في كتلة وازنة اليوم مصر هي تريد أن تكون بوابة الحديث مع الإدارة الأمريكية هي قالت الإدارة الأمريكية فعليا تفضل وأنا هو أحيد الذي أستطيع أن أقدم لكم قناة في غزة أن تعول عليه في إعادة بناء غزة وأستطيع أن أنسج هذه التفاهمات في المقابل أنا أريد مكتسبات المكتسبات أن لا نتحدث في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية وهذا كان فحوى أول المكالمة للبلينكين مع سامح شكري كما رأينا وانتهت في أن يتحدث بايدن مرتين مع السيسي في أثناء حرب غزة وهذا ربما خط الاتصال الساخن صحة التعبير هذه فتحة من البيت الأبيض إلى المنطقة كان عنوانه عملية سيف القدس العمل المقاوم الميداني من غزة والموقف على مستوى يعني كل جغرافيا فلسطين تحدث شعبين الذي اتصل مع موقف رائع عام عربي وعالمي في تغيير في المعادلات في المنطقة سمح لي دكتور سبايلة أنا أعتذر منك لكن نريد أن نوسع النقاش حول وضع حركة حماس وحزب الله مع الأخوان المسلمين ككل ضمن ما توصفوا بالحركات الإرهابية وتطالب أن يكون هناك معاملة نتحدثون عن الإمارات في مقالة وزير الخارجية الإماراتي في افتتاح اللجنة اليهودية الأمريكية في أبو ظبي سنوسع في هذه النقطة في وضعها في خانة واحدة علم أن الأخوان المسلمين باتوا اليوم باتجاهات متعددة وإياك دكتور عامل سبايلة مع السيد حسن لافي والدكتور حسان مطر ولكن سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين في مقالة نشره في مجلة نيوزويكل الأمريكية دع المسؤول الإماراتي علي النعيمي إلى تحرير فلسطين من حركة حماس وإيران النعيمي الذي يعد واحدا من الذين ساهموا في التوسط لإبرامي وتحقيق اتفاقيات التطبيع لبعض الدول العربية مع إسرائيل زعم أن حقوق الشعب الفلسطيني وأماله سلبت على يد حماس لخدمة أجندات إيرانية المسؤول الإماراتي قال في مقاله إن الحرب ضد ما وصفه بالتطرف الإيراني يجب أن تستمر وأنه لا رجوع عن اتفاقيات التطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب حتى مع رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد تراب على البيت الأبيض وأضاف نعيمي أنه منذ الإعلان عن اتفاقيات التطبيع رأت أبو ظبي أنه يمكن بناء جسور الثقة والاحترام مشيرا إلى أن الإمارات عدت شعبها لطرق السلام وأعرب المسؤول الإماراتي في ختام مقاله عن رغبة بلاده في أن يتمتع الفلسطينيون بما يتمتع به الإماراتيون ويخلق مستقبلا أفضل للجيل الجديد وفق تعبيره إذن بينما سمي الربيع العربي ومسار التطبيع ظهرت الاتجاهات والتباينات أكثر بين الإخوان المسلمين لكن السؤال الذي يطرح لماذا تتعامل معهم أبو ظبي ككتلة موحدة في المواقف ولماذا تصر على إلحاق حركة حماس به كان لافتا حشر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد لاسم جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب حركة حماس وحزب الله في كلمته التي هاجم فيها الفصيلين المقاومين فحركة الإخوان المسلمين لم تعد ذات توجه واحد بل عصفت بها تحولات رافقت وتلت مرحلة ما سمي الربيع العربي ولسيما أن فروعا منها وصلت إلى الحكم في مصر وتونس والمغرب وفرضت حضورا رئيسيا في الأزمة السورية فيما كان رهان الولايات المتحدة والغرب عموما على دعم فروع الحركة لإنتاج سياسة جديدة تقوم على تقبل إسرائيل وتطبيع معها لاحقا التمايزات بين فروع حركة الإخوان المسلمين في كل دولة أمر طبيعي لكنها مع صعودها إلى مراكز السلطة وضرورات تعاملها مع مشاريع مثل صفقة القرن ومثلاها من اتفاقيات استسلام شهدت تفرقا عميقا في المواقف والتموضع في المغرب مثلا عاش حزب العدالة والتنمية إشكالية بين قناعاته ومتطلبات الحكم لم تمنعه من تمرير التطبيع مع إسرائيل في تونس عطلت حركة النهضة في مناسبات متعددة تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من إبداء النهضة دعمها للشعب الفلسطيني ومناهضتها التطبيع حكم الإخوان المسلمين في مصر تمسك بمعاهدة كامب ديفيد ضاربا بعرض الحائط تاريخ الحركة لتعود بعد فقدانها السلطة لترفض صفقة القرن الأمريكية ومندرجاتها لا حاجة لتباين الأذى التي تسبب به الأخوان المسلمون في سوريا لمسار مقاومة مشاريع الاستسلام ومواقف بعض قادتهم التحريضية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس مسميات كثيرة استخدمت لتبرير التخلي عن الثوابت قلعقلانية ومجارات الظروف حيث أدت تركيا وقطر دور الحاضنة والمثال لبعض فروع الإخوان ولسيما أن الدوحة تحتفظ بعلاقات مميزة مع تل أبيب فيما أنقر تقيم علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي مقابل انحراف وأوهام فروع الأخوان المسلمين السالفة الذكر كان للأخوان مواقف مشرفة ومقاومة للتطبيع في الجزائر والأردن وصلت إلى مستوى الدعوة إلى قتال مباشر ضد صفقة القرن ومشاريع التطبيع الخليجية مع إسرائيل نجد الترحيب بضيوفنا دكتور عامر سبايل معنا من العاصمة الأردنية سيد حسن لافي من قطاع غزة المحاصر والدكتور حسام مطر هنا في الستيديو وإياك سأنا في النقاش دكتور مطر كنت تحدثت بأول مداخلة لك بأنه في خوف من الإمارات لطبيعة الحكم من حركة الأخوان المسلمين لكن عمليا وضع حركة الأخوان المسلمين ككل يعني باتجاهاتها المتعددة في خانة واحدة وزج أيضا حركة حماس بشكل أو بآخر في إطار ما تم طرحه كيف يمكن تفسيره بالنظر كما أشرنا لهذه المواقف المتعددة التقرير استعرض جوانب للاتجاهات المتعددة في التعامل خصوصا مع القضية الفلسطينية وأيضا المقاومة هنا يعني عندما تريد الإمارات أخذ هذا الموقف الحاد من القضية الفلسطينية ومن المقاومة الفلسطينية يصعب عليها أن تقوم بذلك إذا قدمت حركة حماس باعتبارها حركة تحرر وطني المطلوبة القول أن حركة حماس هي مجرد جناح آخر للإخوان المسلمين بالتالي هي مجرد قوة إسلامية متطرفة تريد الوصول إلى السلطة وإقصاء الآخرين ونزع عنها هوية حركة تحرر وطني بهذه الطريقة يسهل على الإماراتيين الانخراج في المشروع الإسرائيلي يعني هذه البوابة الأسية ثانياً هم بلصق كل هؤلاء والقول أن كل الإسلام السياسي هو واحد يعني حتى لما ندفل حزب الله المطلوب القول أن نحن عندنا مشكلة مع هذا الإسلام السياسي وبالتالي هذا يدغضغ مشاعر جزء كبير من الاتجاهات اليمينية في الغرب بالقول أن الإمارات يتخد معركة مع كل هؤلاء لصالح ما قلنا عنه أن هذا الإسلام المحايت سياسياً الذي تريد الإمارات رعايته وتقديمه باعتباره وهذا النوع من الإسلام المعتدل والعصري والذي يمكن أن يتعايش مع هذا العالم بالتالي تريد أن تقول أن صحيح موقف الغربيين أن هناك مشكلة حتى في مع الإسلام نفسه يعني بطريقة ما هي تتبنى كل الرواية اليمينية الموجودة في الغرب الإمارات بالقول نعم هناك مشكلة في كل الإسلام السياسي ونحن لدينا الحال بأن نقدم يعني تصور نفسها باعتبارها النقيد لحركات الإسلام السياسي فكل تشويه وطميط لهذه الحركات هو بشكل مباشر تظهير لصورتها باعتبارها أن هي البديل العصري للإسلام كما قلنا المحايد سياسيا الذي يستطيع أن يقبل كل أشكال الهيمنة الغربية كل أشكال الاحتلال وأن ينسى جم ويتناسق معها وهذا شهدنا جزء منه من خلال المؤتمر الذي تم رعايته في الشيشان على أمازون منذ سنوات قليلة وبالتالي هذه هي الفكرة المركزية التي تقوم عليه الإمارات ثالثا بالحديث عن الإخوان المسلمين ووضع هؤلاء كلهم في سلة واحدة تدغضغ الإمارات مشاعر جزء من الأنظمة الرسمية العربية وتقول لهم أنا أيضا إلى جانبكم نظام المصري على سبيل المثال أنا أنضم إليكم أنا حليفها معكم في درء التحدي الأساسي الذي تعتبرونه لكم أي الإخوان المسلمين فهذه صلة وصل هذه مصلحة مشتركة يمكن سويا أن نتعاون بشأنها فهذه الأهداف لوضع كل هؤلاء في سلة واحدة وتقديم نموذج التسامح الديني عندما نرى السفير الإماراتي يتبارك من أكثر الحاخمات تطرفا مستوى اليهودي وتقديم أيضا موضوع نتحدث عن اللجنة اليهودية الأمريكية أو تلك اللجانة التي تحت عنوان تغيير العقليات وما إلى ذلك قد ينصب فيما تفضل بطرحي دكتور حسام مطر موضوع تقديم سورة الأفضل أو المشروع الأفضل على المستوى الإسلامي اسمح لي هنا أن نتقل لسيد حسن لافي مرأك بهذه النقطة الأخوان المسلمون نتحدث هنا عن اتجاهات متعددة شاهدنا في سوريا نموذج الأكثر عداء انصح التعبير للمقامة تحريضا حتى بخلفية طائفية وبرز ذلك في المشهد السوري بعضهم كان أقرب إلى إسرائيل من المقامة وحتى في طريقة التعامل مع التطورات الأخيرة في فلسطين لسيما سيف القدس في مقابل شاهدنا مواقف في الجزائر في الأردن في غير مكان بالنسبة في غزة وحتى رؤية حركة حماس كيف يمكن أن تنقل هنا تقديرا وضع حركة حماس في الخلفية الإخوانية التي تريدها الإمارات بهذا الطرح أولا لابد أن نصحح قليلا الإمارات تطرح إسلاما منحازا للأمريكان وليس حياديا لا تطلب محايد فكرة المحايد السياسي هو نوع من تجميل انحياز أصلا وانحياز هي منحازة حتى لليمين المتطرف وحتى عندما يذهبون إلى اليمين كما ذهب السفير الإماراتي في إسرائيل ذهب إلى اليمين إلى الحخام الغير مؤثر حقيقة هو حخام الطائف الشرقية شاس وهم غير فاعلين حقيقة في السياسة الإسرائيلية يعني حتى عندما يكون في شاس خلفيتها كلها هو إسلام منسوع السياسة يبعون الواهم حتى لا يعرفون كيف يبيعون هذا الكلام الذي يقدمون أما بالنسبة للإخوان بالمناسبة أنا أعتقد أن الإمارات تريد من هذا الكلام إرسال رسالة إلى جمهورية مصر العربية وخاصة منذ أربع سنوات أو خمس سنوات منذ قدوم الأخ إبراهيم يحيى السنوار إلى قيادة المكتب يعني قيادة حركة حماس في غزة هناك تقارب كبير ما بين المصريين وحركة حماس وكان هناك ملفات على مستوى ضبط الحالة الأمنية في الحدود على موضوع المسيرات العودة على نوع من أنواع التنسيق العالي لذلك هناك علاقة ودية حقيقية تحسنت ما بين الرؤية المصرية وحركة حماس لأن جمهورية مصر تدرك أن حماس هي حركة مقاومة فلسطينية حركة تحرر وطني أكثر ما إنها انتماء تاريخيا إلى الإخوان وكان هناك نوع من أنواع التقارب الإمارات الآن هي تخشى من اختلاف وجهة النظر بينها وبين جمهورية مصر العربية التي الآن إسماعيل هنية والقائد زيادة نخالة في القاهرة بضياء يعني موجدان بدعوة مصرية هي تريد قطع الطريق على التغير في وجهة النظر المصرية لذلك هي تستخدم فزاعة الإخوان المسلمين للتأثير على هذه العلاقة المتنامية الأمر الثاني هناك نوع من أنواع الإضطراب نوع من أنواع الفوضى في الاتهامات هل حماس هي تتبع لإيران أم تتبع للإخوان إذا حماس لأن إيران والإخوان واضح جدا أنهم لا يلتقيان بالمفهوم الطائف الذي إخوان في سوريا صدروا وفي فترة ما الإخوان بشكل عام صدروا هذا الموضوع أحدهم يكتب في اللغة الإنجليزية في الصحف الأمريكية أن حماس تخدم إيران وكأنه يريد أن يقول يا أيها الشعوب العربية الشعوب الإسلامية لا تنغر هؤلاء يعني تبع للإيرانيين وليس حركة التحرر وليس حماس بالمناسبة أنا لا أحب باستخدام هذا المصطلح السنية لأن الإسلام الشيعي والسنية لا طائفية لكل مسلم ولكن هم يريدون ذلك بمعنى أن محور المقاومة يريدون حشره في زاوية الطائفية ورغم أن حماس والجهاد الإسلام وكثير من الحركات المقاومة الفلسطينية هم سنيين بمعنى أن الأساس في محور المقاومة هو ليس محور طائفية ولا يمكن أن يجعل من ذلك أن العداء وبناء الوهم والعدو الوهم إيران وإلا لماذا هؤلاء السنة هو الفاعلة في العالم العربي وخاصة بعد معاركة مثل صيف القدس التي الكل تفاجأ أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب تل أبيب البقرة المقدس 740 صاروخا في 5 دقائق بمعنى أنها أن تحول مدينة مثل عسقلال تعتبر خامس مدينة في دولة الاحتلال إلى مدينة منكوبة بقرار من الحكومة وباعترف من الحكومة الإسرائيلية هذا الكلام لا تريد الإمارات لا تريد الإمارات أن يكون حاضرا في الذهنية العربية التي تريد تغيير العقلية بالمناسبة لابد أن نقف عند المصطلحات التي استخدمت في خطاب عبدالله بن زايد يريد تغيير العقليات بمعنى صهر الوعي العربي إسرائيل قابل للهزيمة هذا ما قال تسيف القدس عندما مجرد التلويح مجرد التلويح بأن خروج مظاهرات في الأردن على الحدود الفلسطينية المحتللة عام 48 ولبنان وتهديدات سمحت السيد حسن نصر الله وتكاثف الجبهات الفلسطينية في معركة واحدة إسرائيل باتت تدق نقوس الخطر الوجودي تسمح لي سيد لافي لأن الوقت شارف على انتهاء أريد أن أسمع رأي دكتور عامر سبايل بهذه النقطة تحديدة من نظر أنه أشرت تم محاولة استخدام العصب العاطفي إن صح التعبير في حاولة ضرب هذا الانتفاف الشعبي لسيما خلف المقاومة في عملية سيف القدس دكتور سبايل ما رأيك بما تم طرحه في محاولة لتقديم نموذج مختلف على المستوى الإسلامي يراد ضرب فيه المقاومة تحت عنوان تحميلها مشروع الإخوان المسلمين ككل رغم أنها باتت في اتجاهات متعددة وذكرنا كثير من الأمثلة ما رأيك؟ يعني هو بلا شك يجب أن نسأل السؤال الأبرز لماذا تخوض الإمارات حرب على الإخوان المسلمين تجذرة وكانت تريد أن تنتقل في الإمارات وتحويلها إلى ساحة مواجهات وبالتالي حتى تصل إلى سيناريوهات أخطر وبالتالي اعتبروا أن اليوم الحرب عقائدية أيديولوجية ومن ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية هي أن أذهب لضرب الإخوان المسلمين قبل أن يأتوني وبالتالي انتهى بهم الأمر اليوم أن يكونوا مضطرين لتقديم نموذج بديل هذا الإخوان المسلمين هو الذي صاغ أيضا الثقافة الإسلامية في الخليج يعني العلمانية لم تكن حاضرة ولم يكن لها مجال أن تحضر في الخليج ليس لهناك بنية لها اليوم هم مضطرين أن يقدموا نموذج هذا النموذج يأتي عبر حسابات سياسية باعتقادي وليس دينية عندما تتحدث عن التحولات منذ سبتمبر 11 سبتمبر إذن هناك إرهاب بحاجة إلى طرح إسلام جديد إسلام بعيد عن السياسة يركز على الجانب الروحي إذن هو متصالح ومن ثم محاولة ربطه في فكرة الديان إلى آخر فهو مضطر أن يقدم هذا النموذج ومن ثم سيجد نفسه في حالة عداء مع نموذج آخر شكرا جزيلا لك دكتور عامل سبايل للكاتب والبحث في الشؤون السياسية ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان سيد حسن لا في الكاتب والبحث في الشؤون الإسرائيلي ضيفنا من قطاع غزة المحاصر شكرا جزيلا لك دكتور حسام مطر أستاذ علاقات دولية في الجامعة اللبنانية ضيفنا هنا في الستيديو جزيلا شكر لك من جديد شكرا لضيوفنا ولمشاهدين المسائية انتهت دائما للمزيد الميادين دات نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة